كمؤمنين مسيحيين نحن مملؤين من الروح القدس روح الله الحي داخلنا بيخلينا أكتر من منتصرين لكن لازم نتعلم أول شيء أنه نفكر بحسب فكرة المسيح ونسلك بحسب تعليم المسيح وسلوك المسيح عنا خيار عنا خيار إما نظل نتذكر الماضي دايما أنه ما عنا قاعدة أمان أنا ما عندي قاعدة أمان ما عندي حصن أمان ما شعرت بالأمان مع أهلي ما شعرت بالمحبة ما شعرت أنه قلي إيمي ما عم بقدر أتعلم هدي نفسي دايما خوفي مبالغ فيه الألق دايما مبالغ فيه عندي هيدا الخيار أو عندي خيار أنه سلم حياتي للمسيح وابدأ بدراسة كلمة الله وانزرع فيها انزرع بكلمة الله اثبت بكلمة الله لو العالم كله عم يتغير من حولي لو العالم كله فقد الرجاء أنا عندي رجاء ثابت بالمسيح رجاء ثابت بكلمة الله اثبت فيها خلال كل وقت من أوقات حياتي للسيما خلال رحلة الشفاء حتى أعرف حقيقة كلمة الله حقائق الله مش حقائق الآخرين أو ألم الماضي حتى نعرف رجاء الله لحياتنا مش تهديدات المستقبل يلي معظم الأحيان هي مبالغ فيها ومنى منطقي حتى نعرف قوتنا وقدرتنا لما منتكل على الله ومنسلك بحسب كلمته هاي دي القوية اللي بتخلينا نغلب كل ضعف وكل إحباط وكل فشل الله بالكلمة خلق من ولا شي شي بنقرأ بسفر التكوين الله قال ليكن نور فكان نور بسفر حسقيال للإصحاح 37 بنشوف إنه الله عم بيفرجي حسقيال النبي وادي مليان بالعظام وسأله هل تحيا هذه العظام المنطق بيقلنا إنه كل شي فرقته الحياة ما بيرجع على الحياة بهيدا العالم المادي اللي نحن عايشين فيه لكن الكتاب المقدس بيقلنا عن كلمة الله روح وحياة الله طلب من حسقيال إنه يتنبأ على العظام اليابسي يلي هي بأغلب الأحيان رمز لحالتنا لما منكون يأسنين لما منكون مفصولين عن الله يأما بالخطيئة مفصولين عن الله بالخطيئة مفصولين عن الله بالأوهام يلي نحن عايشين فيها مفصولين عن الله بالشك مفصولين عن الله بالخوف مفصولين عن الله لأنه الماضي واقف بيننا وبينه مفصولين عن الله لأنه الخوف من المستقبل فيه إشي أكبر منا نحن صرنا أسرة لإلها عداد سيئة أفكار غلط مفصولين عن الله وحالتنا بتكون يباس نحس حالنا أنه عظام يبسي ما فينا شي جديد لا أفكار جديدة لا فرح جديد لا رجاء جديد ولا شي جديد الله طلب من حص قيال أنه يتنبأ يحكي مع العظام اليبسي يا أبن آدم أتحي هذه العظام فقلت يا سيد الرب أنت تعلم فقال لي تنبأ على هذه العظام وقل لها أيتها العظام اليابسة اسمعي كلمة الرب حص قيال بيقول فتنبأت كما أمرني فدخل فيهم الروح فحيوا وقاموا على أقدامهم جيش عظيم جدا جدا لما روح الله بيدخل على حيتنا لما الروح القدس الروح الحي روح الله الحي بيدخل على حياتنا بيخلي أفكارنا جيش عظيم وسيئتنا سيئتنا فيه وسيئتنا بنفسنا جيش عظيم والرجاء بيخلي الرجاء بقوة عمل الله والرجاء بيقدرتنا جيش عظيم ما بيعود الخوف من المجهول والخوف من الماضي والخوف من بكرة هن الجيش العظيم يلي محاصرين حياتنا وبيحكم حياتنا لكن لأنه بالمسيح صالحنا مع الماضي وعننا بالمسيح ثقة ببكرة وصار هو صخرة خلاصنا وقاعدة الأمان الحقيقية بحياتنا وهو مركز سئتي بنفسي وشعوري بقيمة حياته الحياة كلها رجعت لكل شي يابس فيه وكل شي فيه صار جيش عظيم